أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن سيناء الغالية عنوان لتاريخ طويل من الكفاح للشعب المصري العظيم وخلال كلمتي بمناسبة الذكرى الحادية والأربعين لتحرير سيناء شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن يوم الخامس والعشرين من إبريل من كل عام سيبقى يوما مشهودا في عمر أمتنا المصرية يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة إن سيناء الغالية هي عنوان لتاريخ طويل من كفاح الشعب المصري العظيم فهي عبر التاريخ مطمع للغزاة ومحط أنظار الطامحين والطامعين وهي كذلك المستهدف الأول بأشرس وأخطر موجة إرهاب مرت على مصر في تاريخها كله الأخوة والأخوات سيبقى يوم الخامس والعشرين من إبريل كل عام يوما مشهودا في عمر أمتنا يمثل نتاجا نفتخر به لحرب أكتوبر المجيدة ومسيرة السلام والدبلوماسية الطويلة مجسدا إرادة شعب أبى أن يعيش في ظل الانكسار